موسيقى شكرا سيد الرئيس سوت التونس لصالح هذا القرار باعتبار مطالبته بوقف فوري انساني لاطلاق النار وانهاء العدوان الوحشي المتواصلي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وبقية الاراضي الفلسطينية المحتلة لأكثر من ستين يوما بكل ما حملته من مآس انسانية غير مسبوقة وفضائع وجرائم حرب لقوات الاحتلال ضد الاطفال والنساء والشيوخ والعائلات والمرضى والتواقم الطبية وعمال الاغاثة الانسانية وموظف الامم المتحدة والصحفيين كنا نتمنى ان يتم اعتماد هذا القرار في مجلس الامن الذي اثبت مرة اخرى ارتهانه للحسابات السياسية وعزه الواضحة عن تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية وترميم مصداقيته وسورته نحيي موقف الامين العام وتفعيله للمادة تسعا وتسعين من الميثاق ونجدد مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الامن بتحمل المسؤولية وفرض احترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان باعتبار ذلك واجبا وحاجة ملحة وليس خيارا ومساءلة ومحاسبة قوات الاحتلال على كل ما اقترفته وتقترفه في حق الشعب الفلسطيني من مجازر وجرائم ابادة وتنكيل وصف صمت دولي مريب جعلها تتماد في عدوانها واستهتارها بكل المواثيق لا يمكن المساواة بين الضحية والجلاد وبين المحتل والمحاصرين والمهجرين والذين تمارس ضدهم كل أشكال العقاب الجماعي والانتهاكات فالمدنيون المحتاجون للحماية هم الفلسطينيون الذين تلاحقهم آلة القتل الإسرائيلية في كل مكان وهم الذين شاهد العالم تنكيل قوات الاحتلال بهم أثناء تهجيرهم بتجريدهم من ملابسهم وتعريذهم لأقصى أشكال الإهانة وهم الذين يقبع الآلاف منهم منذ عقود أسرى في سجون الاحتلال الذي يواصل إيقافاته التعسفية لآلاف آخرين من المفارقات أن احتفال المجتمع الدولي بالذكرى خمس وسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتزامن مع تواصل هذه المأساة واستمرار التآكل التدريجي للمبادئ التي تحمي كرامة الإنسان وتحترم أبسط حقوقه وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي يتم الدوس عليه والإمعان في انتهاكه من قبل قوات الاحتلال وتجاهله من قبل من هم مسؤولون عن صونه في مؤسسات العمل متعدد الأطراف إن الحياة لحظة وموقف ونحن إزاء هذه اللحظة وأمام ضمائرنا وواجباتنا حيث لن يغفر التاريخ تهاون المجتمع الدولي في وقف العدوان ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني والسكوت عن قتل أكثر من ثمانية عشر ألف مدني وموت طفل كل خمس دقائق وقصف وتدمير أكثر من ثلاثمائة ألف بيت وتهجير أكثر من واحد فاصل خمسة مليون فلسطيني واستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة وإفراغ مبادئ القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان من معانيها من المهم اعتماد مثل هذا القرار ولكن من الأهم الصهر على تنفيذه وتنفيذ بقية القرارات السابقة ولذلك نجدد مطالبتنا بتحرك دولي فاعل ومسؤول بعيدا عن سياسات الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لجرائم الاحتلال ستواصل تونس وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها الثابت والمبدئي لحقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف شكرا سيد الرئيس شكرا شكرا شكرا